بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أنا أمامي الآن هنا أيها الأحبة حديث مرعب مرعب بالفعل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء شرار الخلق الذين هم وقود النار الذين تشعلوا النار بهم والعياذ بالله تسعروا النار بهم تخيل معي أخي الحبيب للحظة ذلك الموقف العظيم أن أول من يلقى في النار لتسعر به النار هؤلاء الثلاثة وللأسف ما أكثرهم اليوم فأنا أحببت أن نتأمل هذا الحديث لنحذر أن نلقى مثل هذا المصير أعاذنا الله وإياكم منه النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الأحبة إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن سبحان الله يعني أنا قبل أن أقرأ هذا الحديث توقعت أن المجرمين والملحدين والمتكبرين هم أول من سيدعى لتسعر بهم النار فهذه أول مفاجأة أول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله طبعا هذا فيما يبدو للناس رجل مجاهد جاهد وقتل في سبيل الله طب هذا هذا النوع دعونا نتأمل أيها الأحبة ورجل كثير المال إذن أصبح لدينا ثلاثة رجل جمع القرآن رجل قتل في سبيل الله رجل لديه الكثير من المال الله عز وجل يقول لقارئ القرآن ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب قال يقول الله تعالى فماذا عملت فيما علمت؟ هنا يبدأ الكذب هذا الرجل أيها الأحبة قرأ القرآن ولكن ليس من أجل الله من أجل الشهرة من أجل المال من أجل السلطة من أجل المتاع من أمتعة الدنيا فهنا يكذب يقول هذا الرجل كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت بالفعل اليوم نرأ ناسا يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار ويقرأ وكذا ولكن نحن لا نعلم حقيقة هذا الأمر هنا النبي يخبرنا لذلك لا تحكم على أحد أخي الحبيب حتى لو كان ملحدا لا تحكم عليه تقول فلان من أهل النار أو فلان من أهل الجنة لا قل الله أعلم أحكم على السلوك والسلوك الحقيقي لا يعلمه إلا الله لأن مصدر هذا السلوك في القلب الله تعالى يقول لهذا القارئ الذي قرأ القرآن يقول له كذبت وتقول الملائكة له كذبت فيقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك يعني اليوم كثير ممن يقرؤون القرآن يقرؤونه من أجل المال من أجل أن يقال هذا قارئ هذا صوته جميل هذا شيء عظيم طيب إذن في داخلك أنت لم تقرأ القرآن من أجل الله فقط لأن الذي يقرأ القرآن من أجله لا يهتم بهذه المظاهر طيب هذا أول من تسعر به النار والله الشيء يعني يجب أن نحذر أيها الأحبة إذن أخي الحبيب أنا قبل أن أكمل الحديث يمكن أن أقول لك مباشرة كل عمل منذ هذه اللحظة سارع وبتغي به وجه الله مهما كان إذا كنت تدرس قل يا رب أنا سأتعلم العلم لأجاهد في سبيلك والجهاد اليوم أيها الأحبة لا يوجد جهاد بالسيف الجهاد اليوم بالعلم تقول يا رب أنا سأتعلم لأنشر علوم كتابك لأنشر العلم النافع بين الناس ليس من أجل المادة وليس من أجل الدنيا يعني هي فقط عملية تصحيح للعقيدة تصحيح لنظرتك لهذا القرآن أو لهذا العلم بشكل عام طيب الشخص الثاني صاحب المال ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك أيضا هذا الرجل سيكذب مثل السابقي فيقول كنت أصل الرحم وأتصدق كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد أنت كنت تعطي المال للشهرة لكي يتحدث عنك الناس ويقولون أنت جواد أنت كريم أنت معطاء فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله هذا الصنف الثالث إذن الذي تعلم العلم وقرأ القرآن وهو يبتغي المال ويبتغي الشهرة ولكي يقال عنه إنه قارئ وصوته جميل هذا الصنف الأول والذي أنفق المال من أجل الشهرة ومن أجل السمعة ومن أجل أن يقول عنه الناس إنه جواد يعني كريم هذا النوع الثاني طيب النوع الثالث فيؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتل تصور أن إنسان يقاتل ومع المسلمين يعني هو هو يقاتل ليس مع الملحدين وليس مع الكفار مع مسلمين على رغم من ذلك يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له كذبت إذن هو يقول يا رب أنت أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتل فالله تعالى يقول له كذبت والملائكة تقول له كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جريء سبحان الله يعني نفس النغم نفس المرض مرض الشهرة مرض السمعة فقد قيل ذلك وبالفعل أخذت حقك يعني في الدنيا أنت تظاهرت أمام الناس أنك تقاتل في سبيل الله وتنفق في سبيل الله وتقرأ القرآن في سبيل الله وتعلم العلم في سبيل الله ولكن أنت حقيقة من أجل الشهرة وقد أخذت حقك في الدنيا فاليوم ليس لك حق لأنك أخذت حقك في الدنيا هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة وهو راوي الحديث يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة هذا الحديث في صحيح الجامع طيب أنا دعوني فقط أسقط هذا الحديث على واقعنا اليوم أيها الأحبة ماذا نستنتج من هذا الحديث نستنتج أن أخطر جريمة يمكن أن تقوم بها هي النفاق الآن الذي يصدق هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام والذي يثبت لنا أن هذا الكلام صحيح لأن بعض الناس يمكر أحاديث النبي ويقول لك يا أخير معقول هذا الذي يؤكد صدق كلام النبي آية في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول فيها يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا طيب من هؤلاء المنافقون المنافق هو مسلم ظاهريا يعني ويعمل بعمل أهل الإيمان ومظهره مؤمن ويوهم الناس بأنه مؤمن ولكنه منافق لذلك هذا المنافق يكون في أقل درجة في الدرك الأسفل لأن هؤلاء عندما تسعر بهم النار يكونون في الطبق الدنيا ثم يأتي بعدهم الملحدون والمجرمون إلى آخره يعني يعني تصور هذا المصير طيب لماذا أحدنا يضع نفسه في هذا المصير ما الذي يضطرك للنفاق أخي الحبيب أنت بكل بساطة إذا أكرمك الله بشيء من العلم أوصل هذا العلم لمن يحتاجه وانتهى الأمر الرزق والله أيها الأحبة ليس له علاقة بالنفاق وليس له علاقة الرزق أمر مكتوب أنت ستأخذ رزقك مهما يعني فعلت فعلت حتى وأنت على على فراشك ستأخذ هذا الرزق طيب استمع معي إلى هذا الحديث العظيم النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت سبحان الله يعني يعني أنت الآن الله كتب عليك رزق فإذا هربت من هذا الرزق سيدركك سيلحق بك حتى تأخذه تصور لذلك أيها الأحبة يجب أن نستيقن أن رزقنا مكتوب وبالتالي لا داعي للنفاق لا داعي أن نقرأ القرآن من أجل الشهرة أو نعمل أي علم من أجل الشهرة من أجل المال من أجل السمعة لا يجب أن تكون أعمالك كلها خالصة لوجه الله لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم الشرك لماذا من أعظم الذنوب هو الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشان الشرك ماذا يعني أن تشرك مع الله إلها آخر أن تعمل لفلان والله موجود أن تخاف من إنسان ضعيف مخلوق يعني والله موجود تخشى تخشى إنسان ولا تخشى الله أن تخشى تخاف وتعمل حساب للبشر ورب العالمين سبحانه وتعالى لا تخشاه ولا تخافه إذن هذا النوع من الشرك الخفي حذر منه القرآن العظيم وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام الخلاصة أيها الأحبة لكي لا أطيل عليكم إذا أردت أن تنجو من هذا المصير الأسود أخي الحبيب اجعل كل أعمالك لله إذا ذهبت في تجارتك في بيعك قل يا رب أنا أبتغي وجهك الكريم فلا تغش بعد الآن لأنك لا تستطيع أن تغش والله يراك إذا اتقيت الله في تجارتك لا تستطيع أن تغش الناس لأنك موق أن الله يراك إذا أردت أن تعلم الناس علما عندما يكون علمك وتعليمك للناس هو في سبيل الله سوف تعطيهم أفضل ما عندك عندما تنفق شيئا في سبيل الله تنفقه ليس من أجل الشهرة ستعطي أفضل ما عندك لذلك سلوكك كله سيتحسن إذا ابتغيت وجه الله تبارك وتعالى فيما تعمل لذلك أيها الأحبة بكل بساطة اجعل كل حياتك في سبيل الله حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد في عشرات الأحاديث أن كل حتى الإنسان عندما يأتي زوجته له أجر عندما يطعم ابنه له أجر عندما يضع لقمة في فمي قريبه أبيه أمه أي شخص له أجر إذا زرعت غرسا وأكل منه حتى طائر لك به أجر كل شيء سوف تأخذ عليه أجرا شرط واحد فقط أن يكون لله تعالى فإجعل حياتك كلها لله سبحانه وتعالى كل سلوكك من إطعام الطعام من الإنفاق من العمل من الدراسة من العلم إذا آذاك أحد اصبر ابتغاء وجه الله إذا أكرمت إنسانا أكرمه لله سبحانه وتعالى إذا صبرت على أذى قريب أقرب الناس لك اصبر لوجه الله ستجد أن حياتك ستتغير لماذا؟ لأن لديك هدف عظيم تتصاغر أمامه هموم الدنيا ومشاكل الدنيا حتى لو اجتمع الكون كله ليؤذيك ستكون سعيدا في داخلك لأنك أنت تعمل من أجل الله فلا يهمك أي شيء لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم وأن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته